السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي في هذا الجو الحار جدا من حوالي شهور انطلقت إشاعة مش لطيفة ومش ظريفة عن العكيد عمر السومة للأسف الإشاعة دي ساهم في انتشارها أهلنا في سوريا مش بس أهلنا في المملكة العربية السعودية إيه هي الإشاعة دي إن عمر السومة كلاعب أصبح منتهي أصبح بلا قيمة ملوش لازمة أصبح كمالة عدد أصبح لاعب عالة سواء على منتخب سوريا أو على النادي الأهلي السعودي قبل ما تتصرعوا تنتقدوني أنا ربنا عز وجل أراد من فضله ومن كرمه وده لإني سبحانك يا رب عمر السومة من اللاعبة المحبوبة ويمكن حب الناس لعمر السومة مش مفهوم إلى الآن سببه لكن ربنا أراد إن نادي العربي القطري وأندي أخرى تتقدم بعروض لعمر السومة وصلت إلى سبعة مليون ونص ريال تخيلوا معايا لاعب بعمر الثلاثة وثلاثين سنة قدم أداء باهت مع ناديه الأخير الأهلي السعودي في الدوري السعودي وهبط مع النادي الأهلي السعودي يقدم إليه عرض باثنين مليون دولار كصفقة انتقال حر عمر السومة بدون أدنى نقاش كده من أغلى اللاعبين عربيين دون أي أدنى نقاش وفلتذهب كل انتقادات الجماهير سواء السورية أو السعودية إلى الجحيم عمر السومة النهاردة وبشكل رسمي انهالت عليه العروض من كل الأندية عمر السومة أصبح مهدداً بترك السعودية وأصبح مطالباً بالذهاب إلى أفريقيا وأصبح ناس كتيرة جداً جداً عيزا يستمر في الدوري السعودي ولكن مع نادي آخر لم أكن أتخيل أن عمر السومة صاحب العمر الكبير وصاحب الإنجازات في آخر سنة الضعيفة أن يحصل معاه كده تعالوا مع بعض نشوف العروض الرسمية اللي قدمت إلى عمر السومة ويطار عمر السومة في النهاية هيختار ما بين تلك العروض إزاي صحيفة البوابة كتبت قبل قليل العروض تنهال على عمر السومة صفعة في جبين أو على جبين كل من قلل من عمر السومة صحيفة أخبارك كتبت مصر والإمارات وقطر والسعودية أين يلعب عمر السومة الموسم المقبل تخيلوا تخيلوا أربع دول بتتهافت على عمر السومة أما أيضا صحيفة العين الإماراتية كتبت قبل قليل حائر بين آسيا وأفريقيا أين يلعب عمر السومة الموسم المقبل وأيضا موقع آخر وصحيفة أخرى وهي صحيفة المواطن كتبت تلت عروض تغري عمر السومة للرحيل طبعا خلاص واضح وبشكل رسمي أن عمر السومة الآن لديه ثلاث عروض رسمية عرض من مصر عرض آخر من قطر وعرض من السعودية هناك إشعاعات أن هناك عرضا من الإمارات ولكن الأمر ده مش مؤكد إلى الآن ما فيش أي كلام رسمي عن الأمر ده تعالوا مع بعض نشوف أول عرض أول عرض وبشكل رسمي من نادي الوحدة وأنا للأمانة مش من متابعي نادي الوحدة حتى أن صحيفة البصلة نيوز كتبت عمر السومة على بعد خطوة واحدة من الانتقال للوحدة فهم يقصدوا أي نادي من أنديات الوحدة الصحيفة تتحدث على أن عمر السومة أصبح قريبا من التوقيع لنادي الوحدة السعودي أنا مش من متابعي نادي الوحدة السعودي للأمانة أيضا صحيفة أخرى وصحيفة أهل مصر كتبت الوحدة السعودي يستهدف ضم عمر السومة بين وبينكم عشان أكون صدق معاكم أنا من الناس اللي أتمنى أن عمر السومة يستمر في الدوري السعودي حرام كل تلك السنين من الخبرة ومن الروعة ومن الأداء يعني يضح بيهم ويروح يبدأ من الصفر في دولة أخر حتى ولو كانت بالمناسبة مصر يعني أنا ما عنديش مشكلة أنا المهم عندي مصلحة عمر السومة أما بالنسبة للعرض المصري المصري البورسعيدي ينضم لسباق التعاقد مع عمر السومة زي ما كتبت جريدة الوفدة المصرية العريقة بكل تأكيد طبعا النادي المصري البورسعيدي من أعرق الأندية المصري بالمناسبة هو مكانه في بورسعيد طبعا مدرب المصري البورسعيدي الآن هو الكابتن حسام حسن القادير والكبير واللي لا يختلف عليه اتنين عميد هدافي العالم طبعا بدون أي أدنى شك المصري البورسعيدي بالمناسبة هذا الموسم في المركز الحداشر برصيد اتنين وتلاتين نقطة آه هو في المركز الحداشر لكن من الأندية التي تقلق بشدة الأندية الكبيرة زي الأهل والزمالك آه هو نادي متراجع ولكن نادي دايما من أندية المقدمة ودايما من الأندية اللي بتنافس على ألقاب كتيرة تعالوا الروح لصحيفة البيان وصحيفة البيان تكلمت عن عرض آخر عمر السومة يقترب من الدوري القطري وتكلمنا مبارح أو أول مبارح عن الدوري القطري وإن عمر السومة قريب جدا جدا من التوقيع مع نادي العربي القطري صحيفة أخرى ويا صحيفة الريان كتبت أهلي جدة يدرس بيع عقد عمر السومة لنادي العربي القطري ويمكن اليومين ثلاثة اللي فاتوا شهدوا ضجة كبيرة جدا جدا بشأن عمر السومة تحديدا وإن نادي العربي القطري عرض على عمر السومة صفقة انتقال بيع حر تامة مقابل 7.5 مليون ريال 7.5 مليون ريال للعب المفروض أنه هو منتهي طبين أنه مش منتهي ولا حاجة إحنا اللي كنا منتهين الجماهير هي اللي كانت منتهية الجماهير هي اللي كانت مش قادرة تقدر بالضبط عمر السومة ما كانه فين مبين اللعيبة نادي العربي القطري من الأندية المتميزة بالمناسبة الدوري القطري بدأ الآن ونادي العربي القطري استطاع أنه يفوز إلى أول مبارياته ويحصل على تلت نقاط كاملة وهو الآن بالمناسبة في المركز الأول من الدوري القطري خلفه نادي المرخية ثم نادي الغرافة ثم نادي الأهل القطري كلهم برصيد تلت نقاط لكن طبعا من حيث عدد الأهداف نادي العربي القطري في المركز الأول طبعا فكرة انتقال عمر السومة لنادي العربي القطري يعني للأمانة يعني مديا مفيدة ومعنويا مفيدة وتقديرا لقيمة عمر السومة مفيدة وأخيرا موقع سبورت الوطن كتب المصري يفاوض عمر السومة والعربي القطري يغريه باثنين مليون دولار لو حسبته سبعة ونص مليون ريال هيطلعه بالضبط اثنين مليون دولار تعالوا نتكلم في الجد المصري البورسعيدي ولا العربي القطري ولا الوحدة السعودي ولا اي نادي من اندية الدوري الاماراتي خلينا بعيد عن الامارات دلوقتي سبحان الله يعني مع اني عمر السومة معال اقامة دهبية في الامارات اللي اني مفيش اي كلام رسمي عن اي عرض في الامارات وده بالنسبة لي يعني يعني بالنسبة لي امر غريب بصراحة لكن مصري بورسعيدي الريان القطري واخيرا النادي الوحدة السعودي انتو من رأيكم ايه؟ والله انا لو خيروني كنت اتمنى ان عمر السومة يترك الاهل السعودي من سنتين فاته يعني انا مش مؤمن بصراحة ان في حد بيتأخر كل واحد فينا هياخد رزقه كامل ومكمل عمر السومة كان المفروض يسيب الاهل السعودي من سنتين فاته يعني لكن احنا دلوقتي في امر واقع عمر السومة ومن وجهة نظري الشخصية لن يفرط في عرض العربي القطري لن يذهب الى مصر ويبدأ من نقطة الصفر مع جمهور صعب زي جمهور المصري البورسعيدي بالمناسبة من انضف الناس في الدنيا اهلنا في بورسعيدي مفيش كلام ناس طيبين جدا ورائعين وليه اصدقاء كتير جدا منهم يعني وانا ادرى بيهم يعني لكن جمهور كرويا قاسي يعني من حيث كرة القدم قاسي جدا جدا مش هيتهاون مع عمر السومة من اول مباراة يعني شفتوا انتوا كده الجماهير السورية مع اول مباراة لعبت لنادي الوحدة وقياموا الاداء وقياموا اللعيبة وقالوا ان اللعيبة منتهية وكده الجمهور المصري البورسعيدي اصعب من كده بكتير ممكن عمر السومة هو في تدريب مثلا ينتقدوه وارد عمر السومة لما يروح قطر مش هيبدأ من الصفر عمر السومة هيروح بقيمة سوقية سبعة ونصف مليون ريال اتنين مليون دولار فدي ما تعتبرش بداية من الصفر مستني اعرف رأيكم تحت في التعليقات ايه رأيكم هل انتم مع ان عمر السومة يكمل يكمل لا ما يكمل سبعا هل انتم مع ان عمر السومة يلعب مع نادي العربي القطري ام المصري البرسعيدي ام يلعب مع نادي الوحدة السعودي انا شخصيا شايف الاقرب والافضل العربي القطري لكن في النهاية الرأي الاخير والسديد لعمر السومة نتمنى لي كل التوفيق ايا ما كانت جهة المقبلة باعتذر لكم مرة تانية عن العرق الشديد اللي على وجهه درجة الحرارة عندنا النهاردة تقريبا يعني اوشك التصل للخمسين الجو عندنا لا يحتمل لا يحتمل باي حال من الاحوال تقبلوا كل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته